محمد لبيته الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحلقة سوف نتحدث ونجيب عن سؤال وهو لماذا تخلف جمع من أهل المدينة عن الركب الحسيني هناك مجموعة من الصحابة والتابعين أيضا ممن تخلف عن الركب الحسيني سواء كانوا أولئك من سائر الناس أو من بني هاشم فنلاحظ هناك مجموعة من بني هاشم لم تلتحق بالركب الحسيني وأيضا من غير بني هاشم أيضا لم يلتحقوا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه في خروجه من المدينة إلى مكة المعظمة وهناك شخصيات مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن مطيع وعبد الله بن عباس وأيضا أخيه محمد بن الحنفية الأنظار كلها توجهت إلى محمد بن علي بن الحنفية وكأنما كان حديث الناس في ذلك الزمان أو على الأقل في زمان الأئمة سلام الله عليه حيث مرارا سئل الأئمة بالخصوص الإمام الصادق سئل كثيرا عن تخلف محمد أو عدم خروج محمد بن الحنفية مع أخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه أحاول في هذه الحلقة أن أستعرض ما جاء في التاريخ وما جاء عن أئمة أهل البيت بخصوص محمد رضوان الله تعالى عليه وبخصوص عدم خروجه مع الإمام الحسين محمد هناك كان أمرا سائدا في المدينة وانتقل منه إلى مكة حينما علموا أن بأن الحسين صلوات الله عليه سيخرج إلى العراق التجربة البشرية تعطي الإنسان والتجارب تعطي الإنسان تعطي الإنسان حذرا في كثير من الأحيان والذي لا يتعظ بالتجارب يكون هو الخاسر هذا منهج إنساني فنلاحظ أن محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مطيع هؤلاء رجالات المدينة قد تحدثوا مع الحسين من خلال التجربة التي مر بها الحسين وآل الحسين آل عبد المطلب وكذلك سمعها الناس وهي ماذا؟ وهي أن أهل العراق قتلوا أمير المؤمنين وغدروا بالإمام الحسين صلى الله عليهما فلذلك حينما تحدث الإمام الحسين صلى الله عليه وحتى النساء نساء بني هاشم حينما علموا أن الحسين سيخرج كان كلهم لم يتجاوزوا التجربة البشرية التي مر بها أهل البيت في العراق من قتل أمير المؤمنين والغدر بالإمام الحسن صلى الله عليه وإجباره على الصلحة فماذا كان ردهم على الحسين صلى الله عليه وسلم كيف تذهب إلى قوم قتلوا أباك وغدروا بأخيك هذا واقع كان واقعا موجودا يعني حينما تحدث محمد بن الحنفية وكذلك عبد الله بن عباس وكذلك الآخرون حينما تحدثوا لم يخرجوا عن قائمة الصواب وهو ماذا؟ وهو أن أهل العراق قتلوا أمير المؤمنين وغدروا بالإمام الحسن كذلك عمت الإمام الحسين وهي أخت أمير المؤمنين أم هاني قالت له يا بني حينما ذهب لوداعها صلى الله عليه قالت له يا بني لا تفجعني فيك ولا تذهب إلى العراق فإنهم قتلوا أباك وغدروا بأخيك الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه كان يجيبهم خلاف ذلك تارة يجيبهم بأن شاء الله أن يراني قتيلا وحينما سئل عن النساء قال شاء الله أن يراهن سبايا وفي بعض الأجوبة كان يقول سلام الله عليه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وإني ماض فيما أمر وقد أمرني بأمر وإني ماض فيما أمرني به جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر أن هذه الأجوبة التي كان يجيب الإمام صلى الله عليه من يمنعه عن الخروج كانت أجوبة بحجم السائل بحجم المقابل لماذا؟ لأن المقابل ما كان ينظر للحسين صلى الله عليه بنظرة أنه ماذا؟ أنه إمام معصوم وأن فعله ينبغي أن يكون هو فعله هو الصواب صلى الله عليه وإلا لا معنى لا معنى أن يأتي عبد الله بن عباس ويقول للإمام الحسين إذا كان ولابد كيف تذهب إلى قوم قتلوا أباك وغدروا بأخلك إذا كان هو يرى أن فعل الإمام فعلا من الله سبحانه من قبل الله بأمر الله لا يتعدى حدود ساحة الله سبحانه وتعالى وأوامر الله فكيف فكيف ينهى وهذا ما نرى في غيرهم من بني هاشم ما سمعنا يوما أن العباس صلى الله عليه وسلم وعليه بن أمير المؤمنين أن قال للحسين سلام الله عليه اذهب إلى هنا أو اذهب إلى هناك أو قال له كيف نذهب إلى العراق وقد العباس حضر مقتل أبيه والغذر بأخيه الإمام سلام الله عليه الحسن ما سمعنا ذلك لماذا لأن النظرة التي كانت هنا نظرة القياد وهنا نظرة عدم القياد ولو نسبية فإذا الإمام حينما يتحدث في كثير من الأمور في أجوبته شاء الله أن يراني قتيله من باب سد الدريعة أن هذا قضاء الله أمر الله مع أنهم ينبغي أن يستوعبوا أن الحسين مع الله أن الحسين مع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول الأمر الآخر يتعلق بخصوص محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه لسنا نحن الآن في مجال تثبيت أمر وإنما في هذه الحلقة استعراض ليس إلا ليس لسنا في مجال الحكم أو في مقام الحكم هنا لأن هذا بحث طويل يحتاج إلى مقام آخر وإنما هنا نحاول أن نستعرض ماذا ما السبب الذي جعل محمد لم يخرج مع الحسين هنا نوعان من الأجوبة جواب في صالح محمد وجواب أيضا على خلاف ذلك الجواب الأول وهو ما ذكره الشيخ جعفر بن نمى الحلي في كتابه مثير الأحزان حيث ذكر أن محمد رضوان الله تعالى عليه لم يخرج مع الحسين وهي القضية المشهورة التي كثيرا ما يذكرها الخطباء سواء على مستوى الحديث أو على مستوى الشعراء في شعرهم العام والدارج بأن محمد رضوان الله تعالى عليه كان مريضا والحادثة يذكرها الشيخ جعفر بن نمى بأن محمد في قضية طويلة وفي قضية حصلت بين محمد وبعض الشجعان يعني قضية مصارعة كانت بين محمد وشخص آخر وتحدي في إبراز القوة عموما قضية مفصلة يقال أن محمد تغلب على ذاك في كثير من استعراضات التي جرت لاستعراضات القوة آنذاك فيقال أن محمد من ضمن تلك الاستعراضات أنه ذلك الشخص أمر من محمد هناك درع طويل الدرع عالة يكون على صدر المحارب هذه الدرع طويلة فقال له إن كنت تستطيع حاول أن تصغر هذه الدرع يعني تقص منها يقال كما يذكر الشيخ جعفر بن نمى فوضع محمد كلتا يديه على الدرع فألغى تلك أو أخرج الزائد من ذلك الدرع بيده وهذا يدل على شجاعة وقوة يقال أنه حسده بعض من حضر لقوة فأصيبت يده بالشلل هذه رواية يذكرها ابن نمى وهي الرواية الوحيدة في خصوص أن محمد لم يخرج كما يذكره الشعراء في شعرهم العامي وغيرهم أن محمد كان مريضا لم يستطع الدهاب مع الحسين هذا أمر الأمر الآخر لا على خلاف ذلك أن محمد كان رافضا وأبدأ وأبرز الخلاف من أول يوم أنه لا ينبغي للحسين أن يخرج وإن أراد أن يخرج فهو لن يخرج معه ولا ولد ولا أحد من ولده وهذا ما تكون في التاريخ وكما قلت لسنا نحن في هذه الدقائق في مقام المحاكمة وإنما في مقام الاستعراض والعرض ما هو موجود في كتب التاريخ أو في الروايات أحاول أن أطرح ما موجود في الروايات الإمام الصادق صلى الله عليه وسأله بعض وأصحابه قال له يا ابن رسول الله ما معنى تخلف محمد عن أخيه الحسين وكما قلت سالفا أن تخلف محمد كان محط سؤال وهذا نستشفه من جواب الإمام الصادق الذي الآن سنعرفه يظهر أن كان حديث الساعة وحديث اليوم أن شلون محمد الذي خاض مع أبيه حرب الجمل وصفين والنهروان وكان حامل راية لا تعطى الراية إلا للشجاع لذلك الحسين حينما أعطى رايته لمن أعطى الراية؟ أعطى للعباس صلى الله عليه عليه لأنه من يحمل الراية يكون هو بحجمها ومقدارها ويفي بها فكيف لم يخرج؟ لاحظ جواب الإمام الصادق صلى الله عليه قال يا هذا سأجيبك بجواب لا تسألني بعده أبدا يعني ماذا نفهم من ذلك؟ يعني أنه تكرر السؤال على الإمام وكثيرا ما سئل الإمام بهذا السؤال ليش محمد ما خرج مع الحسين؟ فقال الإمام صلى الله عليه سأجيبك بجواب لا تسألني بعده أبدا ماذا؟ قال إن الحسين صلى الله عليه حينما نزل أرض كربلا كتب كتابا لمحمد ولبني هاشم وكما يقال أن هذا أصغر كتاب كتبه الإمام الحسين سلام الله عليه يعني أصغر رسالة كتبها لبني هاشم في كل كتبه سلام الله عليه التي تخص قضية كربلا قال من الحسين بن علي سلام الله عليهما إلى محمد بن علي بن الحنفية ومن قبله من بني هاشم أو بني عبد المطلب أما بعد من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق لم يدرك الفتح فإذن من هذا أوضح الإمام أن اللاحق به سيكون شهيدا ويدرك الفتح والانتصار العظيم الذي اليوم نحن نرى نصر الحسين سلام الله عليه يطبق الآفاق جليا وواضحا ومن لم يلتحق بالإمام لن يدرك الفتح الآن أنت ماذا تقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وفيهم المسيحي وفيهم العبد وفيهم الحر وفيهم الطفل وفيهم الرضيع وفيهم الإمرأة حتى النساء بعض النساء استشهدنا مع سيد الشهداء هذا هو الذي عبر عنه الإمام الصادق الفتح وهو النصر والبقاء والخلود الأبدي أيضا هذا ما ذكرته الروايات بخصوص محمد أيضا ما ذكره المؤرخون وبذلك ننهي كلامنا ما ذكره المؤرخون بخصوص محمد وقد ذكر هذا الأمر ذكره ابن سعد في طبقاته وذكره ابن عساكر في تاريخ نمشق وذكره المزي في تهديب التهديب وذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وكذلك ذكره العقيلي في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب وكذلك ذكره ابن كثير في كتابه التاريخي البداية والنهاية ذكروا أمرا الآن نحن نستعرض هذا الأمر بغض النظر كما قلنا عن إثباته أو نفيه وإنما استعراض هنا كل هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم من المصادر يذكروا هذا الأمر هذه القضية وهي ماذا؟ يقولون بعث الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعث الحسين إلى المدينة هذا متى حينما كان في مكة بعث الحسين إلى المدينة فقدم يعني برسالة فقدم عليه من خف معه من بني عبد المطلب وهم تسعة عشر رجلاً ونساء وصبياناً من إخوته وبناته ونسائه وتبعهم محمد بن الحنفية يعني محمد بن الحنفية أيضاً حينما كتب الحسين بالرسالة من مكة وبعثها إلى المدينة جاء تبعهم محمد فأدرك حسين بمكة وأعلمه أن الخروج ليس له برأي يومه هذا أن الخروج لا يؤيده محمد يقول فأبى الحسين سلام الله عليه فحبس محمد ولده يعني محمد ما راح لم يذهب أو لن يذهب ولن يسمح لأحد أبنائه أن يذهب لأنه كان عنده هاشم محمد بن الحنفية أكبر أبناء هاشم يقول فحبس محمد بن علي ولده عنه ولم يبعث معه أحدا يذكر المؤرخون فوجد الحسين يعني الحسين تأدى فوجد الحسين في نفسه من ذلك يعني تأدى من هذا الآمر أن لا محمد يأتي معه ولا أحد ولده أيضا يأتي معه فقال له فقال الحسين سلام الله عليه لأخيه محمد يا محمد أترغب بولدك عن مصرع أترغب بولدك عن موضع أصاب فيه يعني أنت تكره أن يكون ولدك وياي في مكان سأصاب وأقتل فيه فقال محمد وما حاجتي أن تصاب ويصابون وإن كانت مصيبتك وإن كانت مصيبتك أعظم من مصائبهم أو من مصيبته فهذه الرسالة أو هذا الموقف يذكره المؤرخون بأن محمد رضوان الله تعالى عليه امتنع أن هو يذهب أو أن يذهب بعض ولده بحيث أن الحسين تكلم بهذا الكلام أترغب فيه أترغب يا محمد بولدك عن موضع أصاب فيه فقال وما حاجتي أن تصاب ويصابون يعني ما لنا وللحرب عبارة أخرى قال وإن كانت مصيبتك أنت يا حسين أعظم من مصيبتي بأبنائي فإذن هذا ما ذكره المؤرخون وما ذكرت في الروايات وهذا مجال استعراض ليس إلا بقي الآن نثبت أو لا نثبت ننفي أو لا ننفي هذا موضعه موضع آخر إلا أنه ما جرى حقيقة وواقعا أن محمد لم يذهب مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولم يتحرك من مك وإنما تحرك فقط من مكة من المدينة إلى مكة وبعدها رجع من مكة إلى المدينة أما خروج إلى أرض كربلة أو الدهاب مع الحسين صلوات الله عليه فلم يذهب وأعظم من ذلك محمد أيضا لم يذهب لا هو ولا بعض ولده بخلاف عبد الله بن جعفر زوج الحوراء زينب صلوات الله عليه عبد الله بن جعفر الطيار صلوات الله على جعفر لم يخرج مع الحسين أيضا ممن لم يخرج أيضا من بني هاشم مع الحسين إلا أنه بعث وهو زوج زينب صلوات الله عليه إلا أنه بعث بأبنائه محمد وعون واشتركوا واستشهدوا مع سيد الشهداء إلى هنا والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين